ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام أشخاص تصرفوا بغباء فعاشوا أسوأ يوم في حياتهم دائما عليك بالتفكير جيدا واستخدام عقلك قبل فعل أي شيء حتى لا تتصرف بغباء وتندم على ذلك بعض الناس يتصرفون بغباء ويقومون بأمور حمقاء لأجل الشهرة فقط اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعض المواقف السيئة للغاية التي تعرض لها بعض الأشخاص أمام الكاميرات وقد أدت إلى ندمهم فى النهاية وكان كل ذلك بسبب غباءهم وسوء تفكيرهم أراد هذا الرجل سرقة هذا المتجر فقام بتحتيم الباب الزجاجي باستخدام بعض الأشياء الصقيلة وبالفعل تمكن من فتح سجب فى الباب وقام بالدخول من هذه الفتحة الصغيرة معرضا حياته للخطر وبعد الدخول بصعوبة اكتشف أن الباب لم يكن مغلقا فى الأساس وكان بإمكانه فتحه والدخول من خلاله بكل سهولة فلو كان استخدم عقله فى البداية لما فعل كل ذلك من الأساس أوقف هذا الرجل هذه الحافلة فى الطريق ليس لتكون بتوصيله بل ليربط حزاءه واضعا قدمه على سلم الحافلة فاستفز قائد الحافلة وقرر غلق الباب على قدمه بشدة وانطلق بالحافلة غير مباليا قدم هذا الرجل المستفز حتى توقف صائق الحافلة وفتح الباب واخرج قدمه أحد أسعد لحظات الإنسان عند الارتباط هذا إذا كان لدى الطرفين القبول لذلك ولديهم معرفة جيدة ببعضهما أما إذا كان الأمر عكس ذلك فقد يتحول الأمر إلى مشكلة كبيرة مثل ما حدث لهذا الرجل أراد هذا الرجل طلب يد هذه الفتاة للزواج منها أمام مجموعة كبيرة من الناس الأمر الذي جعل تلك الفتاة فى أمر محرق جدا حاولت هذه الفتاة إثناءه عن هذا الأمر فى البداية لكنه لم يتوقف وصمم على إكمال طلبه فقامت بأخذ آلة موسيقية من العازف الذي يتوقف خلفه وقامت بضربه بها الأمر الذي أدى إلى إحراجه كثيرا أمام هؤلاء الناس وإصابته الكبيرة أيضا على الأباء دائما متابعة أطفالهم طوال الوقت ومعرفة ماذا يفعلون وماذا يفكرون حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر قرر هذا الطفل تكسير شعره بواسطة ماكينة الحلاقة فبدأ بذلك على الفور لكنه بعد ثواني أدرك أنه ما كان عليه فعل ذلك الأمر فشاهدوا ردة فعله تجاه ما فعله فقد قص شعره بطريقة خاطئة للغاية يرتدي الكثير من الناس الكمامات نظرا للفيروسات المنتشرة لكن بعض الناس ينسى خلع تلك الكمامات من قصرة التعود عليها في الحياة اليومية حاول هذا الرجل شرب الماء ولكنه قد نسى أن ينزع الكمامة قبل أن يفعل ذلك الأمر الذي يجعله محرجا كثيرا كل شخص يمتلك بعض القدرات التي تؤهل لفعل بعض الأمور الذي يختص بها لأن لديه الخبرة الكافية في ذلك حاولت هذه الفتاة كوي شعرها المجعد بأذي الآلة الممسكة في يدها لجعله ناعما لكن تلك الآلة قامت بقطع شعرها ولم تدرك ذلك هذه الفتاة إلا بعد فوات الأوان تقويم الأسنان شيء هام لبعض الناس فيقوم بإعادة تنظيم الأسنان بشكل طبيعي قامت هذه الفتاة بتركيب تقويم الأسنان عكس بعضهم الفك السفلي مكان الفك العلوي فعالق التقويم بأسنانها فحاولت انتزاعه بصعوبة بالغة حتى استطاعت خلعه ولكن مع سن أمامي مكسور فيا له من فعل أحمق أبكاها بشدة في وقت ما تجمعت مياه الأمطار في أحد الشوارع بأمريكا فقامت الشرطة بغلق هذا الطريق لعدم تعريض حياة الناس للخطر لكن قرر هذا الرجل كسر تلك القوانين وتعريض حياته للخطر فاقتحم المياه بسيارته فلم يمضي بضع ثواني معدودة إلا وجرفته تلك السيول لكنه استطاع أن ينقذ نفسه من الغرق بالخروج من السيارة والتمسك بها كثير من الناس يحبون حضور الحفلات لكن بعضهم يحب الاندماج في هذه الأجواء فقرر هذا الشخص أن يستعرض قدرته في فتح الزجاجات باستخدام هاتفه فنجح في فتح الأولى بالفعل لكن الثانية تسببت في تحتيم هاتفه فيا له من غباء استعراضي قام هذا الرجل بدفع هذه السيارة في إحدى ورش السيارات لكنه لم ينتبه إلى حفرة تغيير الزيت أسفل السيارة فسقط بالحفرة على الفور يجب على الجميع عند السواقة الانتباه لجميع الأمور الخاصة بذلك فخطأ بسيط قادر على إلحاق ضرر جسيم يحاول هذا الشخص اكتلاع جزع شجرة من الأرض باستخدام سحبها بالسيارة فقام بربط السيارة بالجزع بحبل قوي وقام بتشغيل السيارة فانفصل جزء من الجزع وارتضم في الزجاجة الخلفي للسيارة وقام بتحتيمه الكثير من الفنانين لا يغنون بالفعل في حفلاتهم بين الجمهور فيقومون بتحريك شفاههم تماشيا مع الأغنية المسجلة لديهم مصبقا واهمين الجمهور بأنهم يغنون فعلا فهذه المغنية لم تكن تمسك بالمايك بصورة صحيحة بل كان مقلوبا وظلت كذلك حتى أدركت خطأها لكن قد فات الأوان فالجميع بالحفلة رأوها بخلاف البس التلفزيوني المباشر لهذا الحفل يقف هذا الفتى بين هؤلاء الناس الذين يحتفلون ويرقصون جميعا ولا يدري ما يجري حوله ولا يعرف ما علي فعله فيالها من ردة فعل ليست في مكانها هناك الكثير من المأكولات المختلفة حول العالم لكن الأمر المشترك بينهما هو تناولهما باليد لكن بعض الناس أرادوا أن يبتكروا طرق جديدة لتناول بعض الأطعمة بطرق مختلفة عن المعتاد قام هذا الرجل بوضع كوز الزراء في شنيور وقام بتشغيله وكان ذلك تحدي منتشر عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم وعند البدء في تناوله باستخدام الشنيور قام الزراء بخلع أسنانه معه ولم يأكل الزراء ولم يعد له أسنان وقد شاركت هذه الفتاة أيضا في ذلك التحدي وعند البدء علق جزء من شعرها في الشنيور مما أدى إلى انتزاعه بالكامل ولم تأكل الزراء ولم يعد لها شعر الأسلحة النارية خطيرة للغاية ومن يستخدمها يكون على علم ذراية بطريقة عملها وطريقة تأمين نفسه عند استخدامها ولذلك هناك إجراءات وتراخيص كثيرة في كل الدول لإمتلاك إحدى هذه الأسلحة ولكن هذه المجموعة من الأشخاص ليس لديهم أي خبرة في طريقة استخدامها قامت هذه المجموعة من الناس بالرقص مع قرد الشمبانزي ومن الواضح أنهم لا مبالين لهم فعطاه أحدهم بندقية ليركز بها من باب المزاح فأخذ يطلق الشمبانزي النار عليهم دون توقف فقاموا بالهروب جميعا من الموقع آخذين ساتر من حصن حظهم أنهم لم يصابوا بأي أزى وحقيقة هذا الفيديو أنه لقطة محزوفة من أحد الأفلام لكنها تبدو كأنها حقيقة بالفعل شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء